اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات وسأل الله عز وجل بمنه وكرم يتقبل منه جميعا لجنة الدعوة الإلكترونية هي إحدى اللجانة التخصصية وهي تعمل من سنة 2012 بإثراء المحتوى الإسلامي بمختلف اللغات في فضاء الإنترنت فلدينا بحمد الله عز وجل أكثر من 50 موقع على الإنترنت وأكثر من 122 إذاعة رقمية للقرآن الكريم ب50 لغة وأيضا عندنا مشروع حوار الإيمان اللي بحمد الله عز وجل أسلم معانا أكثر من 15 ألف بحمد الله عز وجل مشاريع اللجنة لا تقتصر فقط على هذه المشاريع المذكورة بل لدينا بحمد الله عز وجل مشروع وخط دعوي بدأنا فيه وعملنا فيه من فترة طويلة والحمد الله يعني في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية وجدنا الأثر بعد عمل طويل لسنوات طويلة وهو الإنتاج المرئي في اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي بحمد الله عز وجل إحنا عندنا قنوات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة جدا تعدت الأربعمية حساب في كل المنصات الإلكترونية وكان الهدف منها أن أي شخص يدخل في هذه المواقع وهذه المرامج إذا بحث عن الإسلام يجد محتوى إسلامي يعني مو معقولة أن مثلا شخص يدخل ويكتب شيء عن الإسلام بمختلف اللغات ولا يجد شيء فبحمد الله عز وجل إحنا حاولنا أن نثري هذه المنصات بالمحتوى الإسلامي من ناحية المحتوى المقروء والمسموع والمرئي وأيضا البطاقات الدعوية فبحمد الله عز وجل لو نتكلم عن الإنتاج المرئي إحنا يوميا يعني تقريبا عفوا كل ثلاث أيام نرفع فيديو على هذه المنصات وبحمد الله عز وجل يعني الفيديو الواحد نجد يعني له تفاعل وتأثير كبير جدا فالفيديوهات الآن هي رقم واحد من ناحية الانتشار والمحتوى في فضاء الإنترنت يعني ليس كالمقروء قديما ولكن الآن نقدر نقول أن الفيديو هو لغة الإنترنت إذا الإنسان اشتغل في مسألة أن ينتج محتوى فيديو يجد انتشارة وتفاعل المستخدمين والناس والمستفيدين يكون كبير جدا فإحنا كل ثلاث أيام نرفع فيديو وهذا الفيديو له تأثير كبير جدا يعني المشاهدات على سبيل المثال فقط في اليوتيوب نجد أن المقطع يصل من خمسين ألف إلى مئة ألف بل أن بعض المقاطع تتعدى الخمسمية ألف أو المليون بحمد الله عز وجل فما بالكم بباقي المنصات الاجتماعية مثلا بالفيسبوك أو تويتر أو انستغرام أو غيرها بحمد الله عز وجل طبعا إحنا نراعي مسألة الحقوق والمعايير الجودة وعلى سبيل المثال لو أنا بتكلم كيف إحنا ننتج يعني مراحل إنتاج الفيديو إحنا نحاول أن نسمع محاضرة لأحد مثلا المشايخ المؤثرين مثلا مدة المحاضرة نقول على سبيل المثال ساعة نسمع محاضرة محاضرتين ثلاثة ونجد والله أن فيه ثلاث دقائق أربع دقائق أو ممكن دقيقتين هذه مناسبة أن نستل من هذه المحاضرة هذه الثلاث دقائق وننتجها إنتاج ويكون فيه إخراج جميل لأن الآن شبحان الله الناس بصريين لا بد أن يكون الإخراج جميل جدا إذا أنا ممكن أرسلت مثلا محاضرة فقط صوت قد يكون التفاعل ضعيف لكن إذا كان الصوت مع إخراج جميل ومؤثرات وأحيانا الأمور جدا جدا فهذا تفاعل الناس ونسبة استمرارهم للمشاهدة تزيد مع الوقت فإحنا ناخذ الثلاث دقائق هذه ونضرب مثال على موضوع معين كان المحاضرة يتكلم عن السعادة نحاول بمواقع إحنا مشتركين فيها وندفع لها اشتراكات شهرية يعني مقاطع جودتها عالية جدا ولها حقوق فإحنا ناخذ هذه المقاطع ونركبها على المقطع فمثلا إذا كان الشيخ يتكلم عن السعادة نحط مثلا فيديو أو صورة ناس فيهم سعادة لما يقول والله الإنسان البعيد عن الله تبارك وتعالى تكون حياته ضنك مثل ما قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة نحط مثلا صور تقريبية وفيديوهات تقريبية مشاهد تقريبية عن أناس يعني يشعرون بالتعاسى والضيق حتى نقرب الصورة وأيضا حتى الخط اللي نكتبه وبمختلف اللغات هذا الخط إحنا نشتري حقوقها حتى لا يتم اعتراض هذه المقاطع بأي منصة موجودة ولهذا بحمد الله عز وجل صحيح أن المعايير اللي إحنا نستخدمها عالية جدا وأحيانا تكون صعبة وتعيق استخدام كثير من المقاطع لكن هذه المعايير أدت إلى الانتشار الواسع والمشاهدات العالية فعلى سبيل المثال في سنة 2020 هذه السنة الماضية كان عدد المشاهدات للمقاطع عندنا 230 مليون مشاهدة بحمد الله عز وجل يعني هذه الجهود وهذه المعايير أدت إلى أن الانتشار يكون واسع جدا ولم تؤدي إلى أن يتقلص أو أن يقيد بل الحمد لله يعني عدد المشاهدات كبير جدا بل أن الجميل جدا لما نكتب نفس عنوان الفيديو نجد عشرات القنوات وعشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تأخذ نفس الفيديو وتضعه ويعني هم ينتشر عندهم فالرقم حقيقة أعلى من هذا الرقم لكن فقط في حساباتنا الإحصايات الموجودة أننا وصلنا إلى 230 مليون غير الأرقام للسنوات الماضية يعني كانت السنوات الماضية نوعا ما الأرقام بسيطة لأنه كان العمل جديد لكن مع الوقت الآن الحمد لله يعني صار فقط في سنة واحدة 230 مليون مشاهدة أيضا الإنتاج الآخر وهو الإنتاج الصوتي والإنتاج من ناحية المقالات وأيضا الفيديوهات كما ذكرنا والبطاقات لها انتشار كبير جدا فالبطاقات الدعوية اللي إحنا ننتجها بست لغات بحمد لله عز وجل تنتشر يعني كثير من الناس يحبون يتداولون الصور والبطاقات يكون فيها أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم أو آيات أو بعض الحكم إحنا ننتج محتوى بست لغات ونرفعها وبحمد لله عز وجل يعني نجد تداول وانتشار كبير جدا له في مواقع التواصل الاجتماعي بل إن كثير من الناس تعلم بعض السنن بسببها يعني إحنا ممكن باللغة العربية يعني نجد أن هي موجودة ومتداولة بكثرة لكن بغير العربية هي شحيحة جدا وعددها قليل جدا فبحمد لله عز وجل إحنا نحاول ننتج بين فترة وفترة بطاقات وبحمد لله عز وجل يعني هي منتشر انتشار كبير جدا بمختلف اللغات فمثلا عندنا باللغة الرومانية عندنا باللغة الروسية بالانجليزي وأيضا بعض اللغات الآسيوية أيضا بحمد لله عز وجل المقالات اللي نكتبها هي وفق معايير ووفق يعني نقاط أساسية حتى ينتشر وأيضا ما تكون هناك أي معوقات لها فإحنا دائما نكتبها وتكون متوافقة مع محركات البحث ليست فقط المحركات البحث المشهورة بل أيضا محركات البحث اللي هي مشهورة في بعض الدول فمثلا على سبيل المثال إحنا ممكن محرك البحث جوجل هو أشهر محرك عندنا وأكثر محرك إحنا نستخدمه لكن مثلا في روسيا عندهم محرك آخر في مثلا أمريكا الجنوبية عندهم محرك آخر فإحنا نحاول أن في هذه اللغات اللي نكتب فيها مقالات أن يكون متوافق مع محركات البحث للدول هذه أيضا إحنا نحاول نختصر كثير من الموجود في الإنترنت فعلى سبيل المثال يعني في مقطع انتشر لخطات صيني كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا المقطع تقريبا أخذ مليون مشاهدة إحنا ناخذ المقطع هذا ونختصره إلى دقيقة واحدة هو مدة المقطع الأساسي كان تقريبا 12 دقيقة ونص إحنا نختصره إلى دقيقة ونتكلم عن تاريخ الخط العربي وما هو الخط العربي وأيضا المدخل اللطيف في التعريف بالإسلام هو ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم فهنا بطريقة غير مباشرة استخدمنا هذا الأسلوب وأيضا مقالات أخرى نستخدم فيها الطريقة المباشرة لأن في سبحان الله الناس نفسياتهم وأمزجتهم تختلف في من الناس اللي يحب الأسلوب اللطيف في منهم اللي يحب الأسلوب المباشر في منهم يحب الغير مباشر وبحمد الله عز وجل المقالة هذه كانت لها تداول كبير وفائدة كبيرة وكثير من الناس تفاعلوا معها وتواصلوا معنا أيضا إحنا نستثمر أي أحداث في الأرض الواقع وأحداث تكون راهنة يعني مثلا لو تطلع ترند في موضوع معين مع غير المسلمين أو في بعض الدول إحنا مباشرة نكتب مقال نظرتنا كون المسلمين إيش معناته ومن المقاطع والمقالات والصوتيات والبطاقات اللي كان لها أثر كبير جدا وانتشار وتفاعل كبير جدا هو في بداية أزمة كورونا كيف إحنا كتبنا أن الأخلاق الإسلامية والسلوك الإسلامي هو يؤدي إلى النظافة وأيضا لا يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبيع فبحمد الله عز وجل يعني لما كتبنا بمختلف اللغات وجدنا أثر وتفاعل كبير جدا وهذا بحمد الله عز وجل رسالتنا في لجنة الدعوة الإلكترونية أننا نواكب التطور ونواكب الأحداث ونعرض الإسلام بمختلف اللغات حتى الناس يسلمون وبإذن الله عز وجل يتنشرح صدورهم له أسأل الله عز وجل منه وكرم يتقبل منا جميعا نزاكم الله خير مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتغيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد لكم مني أجمل تحية ومع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة